جزاية اللي جاية هي تتخص الحدث نفسه الزمالك أصدر بيان بعد مباراة المصر ليه؟ كان معطرد على وقاعة معينة تحكمية في المباراة وضربة جزاء زيزو والتفاصيل وكل الكلام ده أنا تقريباً معظم الحاجات اللي جات في بيان نادي الزمالك أصلاً متفق معاه ولكن هتقولي أول متفق معاه هقول لك والله يا معطرد على التحكم من حقك هجيب لك بعد شوية البيانات في الأندية العالمية لما يجبوا معطردين على التحكم بتبقى الصيغة عاملة إزاي عشان بس دي نقطة كمان مهمة بس هجيلك عندها بعد شوية الزمالك معطرد مثلاً على جدول المسابقة وجدول المباراة من حيث المبدأ ما هي المسابقة كلها بايزة احنا هنخبع على مين يعني آه ترتيب المطشط ومؤجلات وفوق وتحت كلها بايزة ماشي بس أنا عايز أطلب أو مش أطلب أسأل نادي الزمالك سؤالين منطقيين جداً أول حاجة أنت كنت معطرد على التحكم في المباراة المصري وحقك تعمل اللي أنت عايزه وتكتب بيان اللي أنت عايزه بالمناسبة معطرد جداً على فكرة أنه الحكم يحكم لي أو ما يحكم ليش دي دي ما بتحصلش في الدنيا بس بيعملها الزمالك ولا بيعملها كل الأندية يعني بيجو يعترض على التحكم بس الحكم ده ما يحكم ليش مفيش كده الحكم يتعاقب والحكم يتجازة والحكم ما ياخدش مباراة ده لازم يحصل تاني حاجة كسة مباراة الدول الأول لازم تخلص عشان مش هنلعب قبل ما المنافس يلعب والتفاصيل دي حسيبك بقى من إيه؟ من الجدل اللي هو بتاع صح ولا غلط وهسأل سؤال منطقي جداً جداً بمنتهى الهدوء الجدول ده بتاع الدول الأول مع تبقى من مباراة الدول الأول أو معجلات الدول الأول ومباراة الدول الثاني حتى الإسبوع الثلاثين أعلن من رابطة الأندية في شهر فبراير الماضي الزمالك يعترض عليه في شهر يونيو بعد أربع شهور يعني لو الزمالك بعد ما رابط الأندية أو رجل المسابقات أعلنت في شهر أربعة أو شهر اتنين الجدول ده فالزمالك رفع يده قال لا أنا أعترض حقك تعبقى نقعد ونتفق ونشوف للزمالك معترض ليه وكلامه المنطق ده بعد أربع شهور ليه ليه ما احنا الدنيا هادية طيب السؤال التالت يعني لو المباراة المصر دي عدت بهدوء زمالك كسبها أو ما كسبهاش بس ما كانش عنده مشاكل تحكمية ما كانش الزمالك هيعترض على المباراة دي ماشي هذه النقطة نقطة الأهم وده حبا واحتراما وتقديرا لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي الناس دي أنا دايما بقول الجملة دي دخلوا النادي في مهمة أشبه مهمة تحريف في أمور صعبة وشبه مستحيلة وحلوها وخضوا بطولة كمان تكون فيدرالية فيش خلاف بس يا جماعة يا كابتل حسين يا كل الناس المحترم المجلس ده كله ناس اللي فيه محترمين يا كل الناس المحترمة في المجلس نحنا لما صدقنا الدنيا هديت نحنا لما صدقنا الزمالك رجع زمالك بمصلحة الكرة المصرية بيحتراموا للأنديا الأخرى بيهدوءوا بتفاصيلوا بشيكتوا بجمالوا لما صدقنا لو سمحتوا هتقول لي أنت بتغلط الزمالك والله ما بغلط حد النهاردة غير نظام الكورت القدم المصرية بس من حق برضو أعتب على ناس أحترمهم وقدرهم جدا بعدين البيان اللي طلع تحسوا بيان بلا رجعة زي الرصاصة كده اتضربت ما فيهوش رجعة اللي هو أنا مش هلعب لما مجلس تخلص طب يا سيدي طب يعني في السيغة كده أقول إيه أنا بطالب إن المؤجلات تخلص الأول مش لازم أقول مش هلعب عشان حتى لو حبيها ناخد قطة والوانا ناخدها بالراح لكن الموضوع دخل الوقت في سكة إيه ما أنا لو رجعت في كلامي هيقوله ومش عارف إيه والجمهور كتب لافت المطش اللي فات وقال إحنا وراك ليه نخش في القصة دي تاني زمالك في الطريق الصحيح بالمناسبة زمالك خادر كونفيدرالية ودي كانت حاجة صعبة جدا في الظروف اللي كان فيها نادي الزمالك الزمالك بعيد شوية عن المنافسة عن الدورة وإن كان مش مستحيل إنه يكسب والد أدام النقاط لسه قائمة بس حتى لو الزمالك خسر الدورة السنة دي برضو منطقة في الظروف الصعبة دي وهو الزمالك بيبني والزمالك بيتحسن ترجمة نانسي قنقر